أمريكا التي هددت بتجويع لبنان تخوض معركة مباشرة بين البيت الأبيض ومقر حزب الله في ضحية بيروت الجنوبية في إشارة إلى أن حلفاءها المحليين الذين كانوا يخوضون حرباً بالوكالة ضد الحزب قد تراجعوا إلى الخلف أحزاباً وأقطاباً وجبعيات غير حكومية التحريض الأمريكي الذي يواجه سهامه ترامب وبومبيو وشينكر وسفيرتهم يراهن على انتفاضة جوع تستغلها أمريكا بذريعة أن سياسات حلفائها الاقتصادية والمالية باتجاه الغرب طوال عقود منعها سلاح حزب الله من الوصول إلى جنة النعيم الموعودة لكن الأهم هو زرع الأوهام بأن حبل النجاة هو في أيدي أمريكا عوداً على بدء مع حلفائها إذا أزيل عائق سلاح الردع ضد إسرائيل في هذا السياق نصبت الإدارة الأمريكية إلى جانب السعودية حائط الفصل العنصري مع صندوق النقد والدول الغربية لتشديد الحصار والعقوبات متخيلة وقوع المقاومة لقمة سائغة لعدم امتلاكها سلاح المواجهة الاقتصادية المقاومة التي تستند إلى سلاح الردع في مواجهة العدوان الحربي الأمريكي والإسرائيلي تستند إليه أيضاً في توليد مقاومات زراعية لحفظ الأمن الغذائي وصناعية واجتماعية وربما مقاومة نموذج نيوليبرالي الأمريكي نحو خيارات وبدائل أكثر إنسانية مسار خيارات المقاومة في رد الصاع صاعين قد يعيد رمي الكرة في الملعب الأمريكي والدول الغربية لإعادة قراءة المتغيرات والحسابات لكن المقاومة التي تتذوق طعماً جديداً في المقاومة الاقتصادية قد يحلو لها مذاق يفتح شهية طاقات الشعب الهائلة نحو الإنتاج فيتباه متحرراً من عبودية التبعية كما تباه بهزيمة العدوان الإسرائيلي بأن الحرب الاقتصادية الأمريكية أوهن من بيت العنكبوت